مرحبا أهلا وسهلا بالناجحين والناجحات بإذن الله في هذا الفيديو رح نتعلم مع بعضنا طريقة حل بعض الأسئلة أسئلة القراءة بدون ما نقرأ كل شيء وترى هذه مهارة لازم تكون عند كل طالب عليه امتحان امسات ايالتس توفل ستاب أي امتحان القراءة باللغة الانجليزية نحن الكل نعرف اللي اي قطعة قراءة هي بالأساس كانت كتابة وبناء عليه من الذكاء نعرف ونراجع مع بعضنا اشلون تنكتب اي فقرة في اللغة الانجليزية ونحن نتكلم على فقرات الكتابة الاكاديمية عادة من شروط سلامة الفقرة وانها تكون ممتازة انها تكون في شكل البرغر ولذلك بيسموها باراغراف برغر والموضوع بسيط جدا الجملة الاولى عادة بتكون هي الفكرة الرئيسية وبعدها افكار داعمة ادوات ربط افكار داعمة والفكرة الختامية بتكون اعادة صياغة للفكرة الاولى الجملة الاولى حلو اذا فهمنا هذا سهل اننا نستخدمه لصالحنا ونحن الحل في الكتابة لانه مهم الكلمات الصعبة ولا اشياء انت عندك مخطط للفقرة هو اللي تراح تركز عليه خلنا نشوف مع بعضنا كيفية تطبيق هذا واننا نجاوب على اسئلة الفكرة الرئيسية في لحظات بإذن الله طيب انك الخطوات الاربع هي انك تقرأ الجملة الاولى والاخيرة مثل ما قلنا تدور على الكلمات المتكررة وانك تتجاهل اجابات المتطرفة المقصودة بكلمة متطرفة انها بتكون extremist يعني محددة انه متحدد لك احنا لا ندور على الفكرة العامة وبعدين تركز على الكلمات التحول اللي هي transitional words هذه وphrases مثل كلمة but however therefore although هذه العدوات هذه تغير مجرى سياق الكلام والفكرة خلينا نطبق الخطوات على هذا النص انا الان قدامي نص مني مستعد اقرأ كلمة كلمة ولكن ساستخدم الذكاء والطريقة اللي قلت لكم عليها ان نحلها به شوفوا كيف العنوان دائما مفيد قراءته احنا قلنا اهم شي اننا نقرأ الجملة الاولى والاخيرة هذه رح تعطينا فكرة باذن الله على الموضوع كل نقرأها مع بعضنا من باب الاستفادة ما هذا؟ social media platforms have rapidly grown كلمة رابد لي بسرعة منصات وسائل التواصل الاجتماعي كبرت بسرعة كلمة مفيدة لي أساسية جوهريا كلمة مفيدة لي أساسية جوهريا المفروض هذه الفترة تكون رئيسية أنا عشان أتأكد وما أقعد أقرأ كلمة كلمة أروح أقرأ لآخر جملة يقول لك despite على الرغم من despite these drawbacks كلمة drawbacks جميلة ونحفظها سلبيات many experts كلمة experts يعني خبراء agree that social media also has its benefits يعني رغم سلبيات فيها إيجابيات فوائد benefits when used in moderation وهذه عبارة جميلة نحفظها يا شباب in moderation يعني باعتدال such as providing support الآن صارت عندي فكرة نريد أن أكدها نمر للخطوة الثانية أدور على الكلمات المتكررة لا أظر أكيدا okay social media platforms these platforms social media خلاص كده تأكدني الموضوع اللازم يكون فيه social media وترى هذه عادة حتى الكلمة نفسها بتكون موجودة في الخيارات يلا شو هي الخطوة اللي بعدها الحين نركز على كلمات التحول اللي بتغير معنى أو سياق الparagraph كلمة however despite لما نشوفها الكلمات هذه فيه شي ضد ثاني however يعني إلا أنه إلا أنه الثاني على الرغم من نفهم أنه فيه شيئين مختلفين طيب الخطوة الخامسة لأنه ما عندي وقت وأنا في امتحان لازم أحل بسرعة هي أني نروح وقل الخيارات تذكر أي طريب يقل الخيارات هي الأولى هذه It's a recipe for failure يعني ضمن أنه راح يضيع يتوه نفسه لا خلي آخر شيء هي الخيارات نجي نقل الخيارات واحدة واحدة Teenagers should avoid وهنا نعتمد على the system of elimination اقصاء اللي ما يصير Teenagers should avoid using social media altogether كلمة altogether يعني جملة وتفصيلة ما في شي من اللي قررناها هذه وهذه يعني يقول لك لازم يبعدوا عليها واخرى لا إذا هذه استبعدها social media has both positive and negative effects فيها إيجابية وسلبيات أي والله أنا قرأت هنا كلبة سلبيات وقرأت هنا هوافر وقرأت benefits خليها لاجب ما أنا متأكل وسخليها social media is harmful مذرة من حكالك عن مذر فيها لكن لا ويقول لك to teenagers mental health يعني يعني مداركهم العقلية ما فيه حتى لو قال لك فيه ضرر فيه هذه تفصيل أوكي هو يقول لك can have قد تكون لها يعني لا استبدأ هذا جزء ما هي الفكرة العامة لو هذه الفكرة العامة كانوا كلها على ضرر teenagers rely on يعتمدون المراقلين يعتمدون على social media ما فيه شيء يثبت الشيء هذا إذن أنا أتأكد من جوابي اللي هو هذا إيجابيات وسلبيات إذن الفقرة لازم الواحد يشوفها بها العيون هذه بالمنظار هذا الأولى والثانية والأخيرة لازم نقرأها من شمال هذه الكلمات المتكررة والأدوات الربط اللي تعطينا نوعية الفقرة خلينا نمر لنموذج قراءة حقيقي من اختبار الأمسات قدامنا هذه القطعة وما عندي وقت أسوي نفس الخطوات أبدأ أولا أني أمر وين أقرأ الجملة الأولى والأخيرة ما راح أقرأها عشان ما أطول عليكم وبعدين أقرأها لروح كده تبغي تعمل بوز لاحظ اللي الكلمات المتكررة قلنا راد سبوت رادش راد سبوت راد سبوت نقطة حمرة نقطة حمرة في كل موقع تتكرر بعدين أقرأ الخيارات اللي أعطاني إياها واللي ما بتكون عامة باحتها ما أخذها بالأعتبار أوكي هنا لاحظوا اللي ما في أدوات ربطه كذا ليش؟ لأن النص تفسيري expository text هو بيعطي حقائق فاكتس يعني ما يحتاج أن يربطهم بأدوات ربطه كذا باختصار عشان ما نطول مرة ثانية هذه هي الخطوات أولا أولا اقرأ الجملة الأولى والجملة الأخيرة هي اللي غالبا تحتوي لفكرة النص الرئيسي اثنين دورة لكلمات المتكررة ثالثا تجه الإجابات المتطرفة اللي بتكون فيها كلمة دائما ثالثا فهذه بتكون دائما ما هي صحة وأخيرا أركز على كلمات التحول مثل لكن لذلك اللي هي هوابر وإلا بعد ثالثا من هالنوع هذا يا الله صلى الله عليه وفقكم إن شاء الله الحين الواحد يمور للتدريبات وأنا إن شاء الله راح أعطيكم تدريبات في السؤال هذا بالذات أساس أن الواحد يدخل واثق من نفسه ورب يوفكم ونجحكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته